اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ويردس ويردس طبعا الإجابة هتبقى ويردس واحد يقول لي يا مستر هقوله كلمة يعني جائزة رسمية مكافأة على سلوك حسن طب هو فاز ب جوائز رسمية يبقى السؤال الثاني المعلمون يستخدموا طرق مختلفة لكي يقيموا طبعا المعلمون بيحاولوا ان هما يقيموا الإنجازات بتاعة الطلاب احنا خدنا achieve يعني ينجز وachievement يعني إنجازات السؤال اللي بعده try to avoid حاول انك تتجنب when writing عند كتابة a news story قصص الأخبار pride prejudice justice conscious conscious طبعا لما حاول اكتب لازم اتجنب prejudice التعصب والتحامل والظلم السؤال اللي بعده زا looked fascinating كان يبدو رائع in hair wedding dress في فستان زفافها مين التي كانت تبدو رائعة في فستان الزفاف groom pride groom pride pride طبعا اللي جابها تبقى يعني العروس طبعا العروسة كانت تبدو fascinating رائعة in hair wedding dress يبقى اللي جابها تبقى pride السؤال اللي بعده we should يجب علينا reward النكافئ those هؤلاء who have made الذين قاموا بي significant to our society إلى مجتمعنا ammunition constitution distribution contribution contributions طبعا الذين قاموا بي contributions يعني إسهامات إحنا أخذنا contribute يساهم contribution مساهمة يبقى يجب أن نكافئ هؤلاء الذين قاموا به significant contribution إسهامات رائعة أو بارزة للمجتمع السؤال اللي بعده people الناس have different opinions لديهم آراء مختلفة about the use of the internet عن استخدام الانترنت كلمة opinions is similar in meaning مشابهة في المعنى إلى innovation expectation point of view points of clash طبعا كلمة opinion يعني رأي point of view يعني وجهة نظر يعني رأي يبقى الإجابة points of view السؤال اللي بعده I couldn't put my finger on the cause of the problem لم أستطع أن أضع صبعي على سبب المشكلة this means هذا يعني I wasn't able to hide it لم أستطع إخفاءها I was able to hide it استطعت إخفاءها I couldn't know what it was طبعا طالما ما قدرتش أحط صبعي على سبب المشكلة معناها I couldn't know what it was لم أستطع أن أعرف ما هي السؤال اللي بعده scientists العلماء have discovered اكتشفوا permanent liquid سائل دائم أو سابت أو ما سائل سابت on Mars على كوكب المريخ كلمة permanent is antonym هي عكس renewable temporary continuous everlasting طبعا الإجابة هتبقى temporary مؤقت يبقى كلمة permanent يعني دائم عكسها temporary يعني مؤقت السؤال اللي بعده the protagonist البطل had لديه a heart of stone قلب من حجر this means هذا يعني he was very cruel كان قاسي he lived in the desert he had a broken heart he was kind hearted طبعا معنى heart of stone قلب من حجر معنى ان هو كان cruel قاسي يبقى الإجابة he was very cruel لقد كان قاسي القلب السؤال اللي بعده نجيب محفوظ is still ما زال and too young novelist إلى الروائين الصغار inspiration respiration animation regulation طبعا نجيب محفوظ كان inspiration مصدر إلهام إلى العديد من الروائين الشباب السؤال اللي بعده the new secretary السكرتيرة الجديدة is grambi متأففة أو متنكدة أو يعني كئيب she is good nature well known bad tempered badly used طبعا هي badly bad tempered سيئة المزاج bad tempered يعني سيئة المزاج سؤال بعده there were كان هناك a lot of obstacles الكثير من العقبات but she لكنها zim overused overcame overheard overturned طبعا overcame يتغلب على احنا أخذنا overcome يتغلب على overcame يعني تغلب على يبقى لقد واجهها الكثير من obstacles العقبات لكنها قدرت ان هي overcame تتغلب عليها السؤال اللي بعده the secret companies العديد من الشركات can't be لا تستطيع ان تصبح financially ماليا for their losses من اجل خسائرهم during the coronavirus فيروس بنادم اثناء جائحة فيروس كورونا communicated compensated contained continued طبعا لم تستطع ان هي compensated يتم تعوضها financially ماليا اخذنا compensated يعود compensation يعني تعويض السؤال اللي بعده the number of ان عدد ايه is very high عالي جدا it was a terrible accident لقد كان حادث فضيع utilities capacities qualities casualties طبعا عدد casualties الاصابات او الوفيات كان very high لانه كان حادث فضيع احنا اخذنا casualties يعني اصابات او وفيات او حالة طوارئ السؤال اللي بعده is someone هو الشخص who works for الذي يعمل لصالح employer صاحب عمل for a fixed period of time مدة محددة من الوقت in order to لكي learn يتعلم هل هو amateur employer apprentice professional احنا اخذنا كلمة apprentice يعني صبي قلنا اللي بيشتغل عند شخص علشان ياخد مهارة او يتعلم بنقول عليه apprentice يعني صبي وبيحصل على apprenticeship دور التدريب مهني السؤال بعده زا واز فاوند جيلتي وجد مزنب اف ماردر بالقتل افتر اتريل بعد محاكمة ان اكورت افلو في محكمة القانون كونفكت انوسنت كرايم جاج طبعا الاجابة هتبقى زا كونفكت المدان وجد مزنب بعد المحاكمة في المحكمة القانون السؤال بعده intelligence يعني الزكاء is the development هي عملية تطوير machines الالات to perform tasks لكي تؤدي مهام that normally اللي طبيعيا require تتطلب human intelligence ابقى عملية تطوير الالة لكي تؤدي مهام طبيعيا تتطلب زكاء بشري هل هي natural artificial high mechanical طبعا الاجابة هتبقى artificial intelligence الزكاء الصناعي السؤال بعده the policeman رجل الشرطة suspected شك ذات زمان بأن هذا الرجل was on كان تحت تأثير because he was acting لأنه كان يتصرف strangely بغرابة purpose duty drugs crimes طبعا هو كان تحت تأثير drugs المخدرات السؤال بعده i think technology اعتقد ان التكنولوجيا could be used يمكن ان تستخدم in museums في المتاحف to provide لكي تمدنا audio information معلومات صوتية about the objects عن الاشياء on purpose duotly charge display طبعا on display على شاشة العرض احنا اخذنا display يعرض او عرض السؤال بعده نجيب محفوظ was as هنا كلمة as هتخلي ان انا اختار اجابة معينة as one of the most distinguished novelist الروائيين المميزين in the arab world في العالم العربي considered excluded appeared ranked طبعا اللي جابها هتبقى ranked ليه مسترخدت ranked جالي rank يصنف as طبعا وفيه كلمة تانية اسمها regarded as لكن consider ما بتاخدش as يعني الجملة لو ما فيهاش as كنا اخدنا consider السؤال اللي بعده after going through many obstacles بعد المرور من خلال العديد من العقبات the young man الشاب الصغير as a doctor كطبيب taught qualified defied rewarded طبعا الاجابة هتبقى qualified as تأهل كطبيب السؤال اللي بعده مين هو الموديل is a person هو الشخص هو people اللي الناس can look up to اللي الناس تحترموا and try to be like them وبتحب ان هي تبقى مثلهم role real 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 طبعا احنا اخدنا role model القدوة role model هو الشخص اللي الناس look up to تحترموا and try وبتحول ان هي to be like them انها تصبح مثله السؤال اللي بعده when you leave out facts عندما تترك حقائق or certain information او معلومات محددة that doesn't agree with your point of view التي لا تتفق مع وجهة نظرك this is called هذا يسمى buys تحيز buy عن طريق omission placement spin reality طبعا ده تحيز عن طريق omission الحسف والاستبعاد السؤال اللي بعده the police الشرطة the terrorist الإرهابيين at a road block عند حاجز الطرق او نقطة التفتيش typed tab trapped trapped tripped طبعا هي trap يحتجز يبقى قوات الشرطة trapped احتجزت الإرهابيين at a road block عند حاجز الطريق او نقطة التفتيش السؤال اللي بعده my brother اخويا is going to sofa in social engineering الهندسة الاجتماعية that it is a branch انه قسم he likes most يحبه كثيرا واحد يقول لي يعني ايه social engineering هقول له الهندسة الاجتماعية هي بتستخدم فيها طرق واسليب ان انت تكتشف معلومات عن شخص يبقى specialize يتخص specialize يعني يتخص يبقى الاجابة هتبقى رقم b السؤال اللي بعده ياسمين winning invention اختراع ياسمين was by the need الحاجة الى cleaner water ماء نظيف in here village في قريتها contained stand sparked sparked sparking طبعا الاجابة هتبقى spark يعني spark يعني شرارة او يؤدي الى او يتسبب فيه يبقى نجاح ياسمين كان sparked سببه الحاجة الى الماء النظيف السؤال اللي بعده i nearly jumped out of my skin when someone لما شخص fired اطلق his revolver مسدسه late متأخرا بالليل هل ده معناه i had expected this behavior توقعت هذا السلوك the action didn't surprise me الحدث لم يدهجني ولا the action terrified me هذا الحدث خوفني او ارعبني طبعا دي الاجابة الصح السؤال اللي بعده i missed the start of the movie لقد فتني بداية الفيلم ده معناه when i reached at the cinema لما وصلت the cinema the film had started when i reached the cinema the film hadn't started when i reached the cinema the film will start the film won't start طبعا الاجابة تبقى الاولى when i reached the cinema عندما وصلت the cinema the film had started الفيلم كان بدأ يبقى الفيلم بدأ الاول ماضي تام وانا وصلت ماضي بسيط السؤال اللي بعده she as a secretary for ten years only now والان she is a sales manager يبقى هي الاول كانت شغالة سيكرتيرا ودلوقتي sales manager مديرة مبيعات طبعا معنى كده ان الحدث الاول انتهى وطالما انتهى يبقى ماضي بسيط يبقى الاجابة هتبقى worked واحد يقول لي ليه ما اخدتش has worked هقول له عشان الحدث انتهى وطالما الحدث انتهى يبقى ماضي بسيط السؤال اللي بعده as soon as she returned home اول مروحة البيت she realized ادركت ان هي نسيت ساعتها في المكتب طب هي روحت الاول ولا نسيت الساعة الاول طبعا نسيت الساعة الاول يبقى حدث اول يبقى ماضي تام يبقى الاجابة هتبقى had left السؤال اللي بعده i went to the company ذهبت الى الشركة and طبعا went ماضي بسيط وفي and يبقى اللي بعدها برضو ماضي بسيط يبقى met وقابلته the sales manager مدير المبيعات السؤال اللي بعده i haven't seen مستر احمد لم ارى مستر احمد the last time the last time اخر مرة we met for when since ago طبعا الاجابة هتبقى since منذ اخر مرة تقبلنا فيها يبقى الاجابة هتبقى since السؤال اللي بعده i for 30 minutes لمدة 30 دقيقة when my friend reached the company عندما صديقي وصل الى الشركة have waited had waited have been waiting had been waiting طبعا اجابة هتبقى had been waiting ليه مستر انا اعدت منتظر 30 دقيقة لحد ما صديقي وصل طب صديقي وصل في الماضي وانا انتظرت في الماضي لكني خدت 30 دقيقة منتظر يبقى الحدث كان مستمر قبل حدث اخر يبقى ماضي تام مستمر السؤال بعد she three lessons تلت دروس before she went طيب هنا has revised had revised has been revising had been revising هنا بيقول three lessons تلت دروس يبقى حدد العدد وطالما حدد العدد يبقى ماضي تام ابواحد يقول لي ليه ماخدتش مضارع تام هقول له عشان ويمت في الماضي يبقى الكلام كله في الماضي السؤال اللي بعده I I the the doctor حتى الطبيب had come haven't left wasn't leaving didn't leave hadn't left طبعا I didn't leave the house ليه until بعدها ماضي تام وقبلها ماضي بسيط منفي أو على حسب معنى الجملة السؤال اللي بعده I think reading a novel أعتقد أن قراءة الرواية is more interesting than as much many a lot of احنا قلنا ممكن استخدم much more أو a lot more قبلها ماخدتش a lot عشان في of السؤال اللي بعده have you received a reply هل استلمت رد to your complaint إلى شكوتك قاله yes yesterday بالأمس received had received was receiving have received يبقى الإجابة هتبقى received ليه مصطر عشان كلمة yesterday في الماضي السؤال اللي بعده which of the following أي من التالي is structurally correct مركبة تركيب صحيح the naughty boy was punished because he has made the naughty boy was punished because he had been made the naughty boy was punished because he had made طبعا دي الإجابة الصحيحة ليه لأنه عوقبة لأنه قام بالعديد من الأخطاء يبقى هو قام الأول ماضي تام وعوقبة ماضي بسيط يبقى الإجابة هتبقى رقم c ولو عجبكم الفيديو سبونا لايك وتعليق إن إحنا ننزلكم باقي المراجعات وبالتوفيق إن شاء الله وكان معاكم مسترح مدحز لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة عرش ترجمة نانسي accommodation تعليم